السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة وسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وما ولاوة واذكركم ونفسي بكثرة الصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه فبيها نسعد بإذن الله تعالى انا عندي اتنين من الاجنة جنين بتحس بحركته وجنين لا تشعري بحركته اللي اتنين طبيعيين اللي اتنين ما فهمش مشكلة ليه لان احنا بنتكلم عن احساس حضرتك بحركة الجنين مش حركة الجنين نفسها فلازم ناخد بالنا من ان الجنين اللي بيتحرك وتحس بحركته ده جنين طبيعي الجنين اللي بيتحرك وحضرتك مش بتحس بحركته هو بيتحرك بس حضرتك مش بتحس بحركته هو برضو طبيعي جدا طيب ليه انت مش بتحس بحركة الجنين سعاد ليه بعض الامهات الحوامل تيجي تقعد في وسط مثلا من الاوساط اللي فيها حوامل زي مثلا ما تبقى في الانتظار عند عيادة طبيب النساء والتوليد او طبيبة النساء والتوليد ويحكوا مع بعض تقول لك انا حس بحركة الجنين وتفاجئ انت في الشهر السادس وما حسيتش بحاجة لكن لما بتدخلي تعملي سونار بتلاقي ان الجنين زي الارد بيتحرك على الشاشة امان ليه حضرتك مش بتحس بحركة الجنين طيب خلينا انطمن حضراتكم ان هناك بعض الحالات الحامل لن تشعر بحركة الجنين وهذه المشكلة خاصة بالامة مش خاصة بالجنين امتى نقلق نقلق لما نلاقي ان الامة الحامل بتحس بحركة الجنين ثم حدث توقف لهذه الحركة او ضعف لهذه الحركة طيب لو حصل اللي احنا خايفين منه ان حركة الجنين شغالة بعد كده حسينا ان حصل توقف بيبقى فيه خطورة مش دايما برضو هنطمن حضراتكم ان هناك بعض الحالات لما تحس بحركة الجنين شديدة او نشيطة ثم يحدث توقف ممكن تكون الاسباب اللي خليتك ما تحسيش بحركة الجنين هي اسباب خاصة بحضرتك برضو طيب تعالوا بقى نفصل هذا الكلام كله بالتفصيل اول هنطمن واحدة وصلت للشهر الخامس حسبة الصنار هي الابق ليه؟ مش عايز اطلع برا الموضوع ولكن هقولها لكم في عجالة تمالي لما بيجوا يستدلوا بعمر الحملة بتاريخ اخر دورة شهرية بيعتبروا ان التخصيب حصل في اليوم الاربعتشر من الدورة وده الشائع فبناء على ايه بيتم حساب الدورة على هذا الاساس ولكن هناك حالات كتيرة جدا يحصل ان التخصيب ما يجيش في اليوم الاربعتشر ويجي في اليوم التلاتة وعشرين يعني تبقى دورتها مثلا تمانية وعشرين يوم يحصل التخصيب في اليوم التلاتة وعشرين اذا من تلاتة وعشرين لاربعتشر هناك حوالي اكتر من ايه؟ اكتر من اسبوع يعني داخلين في عشر تيام فرق هذا الفرق اللي بيحدث ساعات وتقولي ان انت في الشهر الخامس وتكون انت لسه ما خلصتيش الشهر الرابع فدي الشقة بتاع اللي لسه ما حسيتش بحركة الجنين نيجي الواحدة بقى بدأت تحس بحركة الجنين نشيطة ومرة واحدة لقيت ان حركة الجنين ضعيفة او مش حس بيها نقول لها حاجتين اخبار الغازات والانتفاخ اللي في الامعاء ايه ممكن كتير جدا يحصل مثلا انها اكلت اكلة نفخت لها بطنها زودت الغازات بتاعت البط فهذه الغازات وهذا الانتفاخ اللي حصل فيه الامعاء خلاها ما تحسش بحركة الجنين طيب هل تعتمد على هذه النقطة وتكبر نمخها وما تفحصش لا احنا بنقولها اتطميني روح فحصي ممكن يكون السبب حاجة بسيطة جدا زي انتفاخ الامعاء زي امتلاء البطن بالغازات هذه الاشياء بتخليك ما تحسيش بحركة الجنين بشكل ايه بشكل كبير طيب عندي مثلا لو حضرتك بتحضري لمناسبة واشتغلت كتير في البيت ونشيطة شوية فتلاقي ان في هذا اليوم انت تحركت كتير لما بتتحرك كتير والجنين بيتحرك انت مش هتحس بحركته اتنين متحركين مع بعض مش هيحسوا مع بعض لازم في واحد ثابت يعني حضرتك لما تكوني في وضع الثبات هتحس بحركة اللي جواك اما لو انتو اللي اتنين بتتحركوا فانتو اللي اتنين او انتو مش هتحس بحركة الايه المتحرك نظرية فيزيائية المتحركين مع بعض مش هيحسوا بايه بحركة بعض تمام طيب في عندي حاجة تانية هي ايه بقى لما تكون الام مش واكلة حاجة برضو طبيعية معرضة عن الطعام زعلانة في حاجة مسلا همتها وقرفتها فمرة واحدة قالت لك انا مش عايز اكل ماليش نفس النهاردة انا مش عارف خنقة مبارح دايقتني انا جوزي مدايقني انا كزا مدايقني فتعبد عن الطعام تصوم الصيام بيقلل مستوى السكر وبيخلي انخفاض مستوى السكر يخلي الطاقة التي تصل الى الجنين ايه ضعيفة الجنين بيبقى برضو شاطر يعمل ايه يقول لك اه الست دي ما اكلتش في اليوم ده لو انا اتحركت هخلص الطاقة اللي ايه اللي عندي اعمل ايه ما اتحركش ليه عشان اوفر الطاقة اللي عندي لحياتي انا ولكن بنحذر برضو الناس اللي ما بيتغزوش كويس فبالتالي الجنين بيتأثر بعدم تغزيتهم انه بيوفر الطاقة دي الطاقة دي هتنفز هتنفز طيب لو خلصت الطاقة لا بعد الشر بقى كده الجنين ايه هيسورة هيبقى هيروح مننا لان انت هو عنده شوية طاقة من اكل مبارح طيب توقف عن الحركة عشان مش لايق اكل بيوفر الطاقة طيب الطاقة دي عملت اخلص وانت مش بتزودي هذا الجنين بالايه بالتغزيه فبالتالي انت ممكن تسببي ضرر للجنين اذا استمرتي في حالة انقطاعك عن الطعام ولذلك احنا بشهر رمضان بنقصي الحوامل بعدم الصيام عشان ما يحصلش توقف لنبض الجنين بسبب ضعف الطاقة اللي ممكن تصل اليه طيب دي الاسباب اللي انت ممكن تكون السبب فيها في اسباب بتبقى معروفة من البداية فتريحك لان في الحالات دي انت مش هتشعري بحركة الجنين لحد الاخر زي ايه مثلا زي ما يكون في واحدة كده وزنها زيادة عندها دهون عالية في البطن الدهون العالية في البطن دي بتبقى عاملة زي الحجاب كده او زي الحاجز اللي مهما الجنين خبط انت مش هتحس بيها الا لو ركزتي تركيز شديد جدا لان دهون البطن ايه عالية ومع ذلك هناك من السيدات الحوامل التي يعني عندهم وزن زيادة وبيشعروا بحركة الجنين ولكن احد الاسباب التي تجعل بعض السيدات لما تكون دهون البطن بالذات مش الدهون المتوزع على الجسم كله في بعض الناس مركزين الدهون في منطقة البطن فلما تكون الدهون اللي في البطن زيادة شوية بخلي الجنين ايه حركته ما توصلش لحضرتك طيب عندي واحدة المشيمة بتاعتها امامية المشيمة بتبقى بفوق هي المشيمة بتاعتها امامية يعني المشيمة هي المصد كل ما الجنين بيتحرك بيخبط في المشيمة فهو لما بيخبط في حاجة الحاجة دي عملت حاجز ما بين احساسك انت بحركة ايه الجنين ما بين ركلات الجنين وما بين احساسك بيها طيب دي الحاجات اللي هي ايه اللي بتخليكي ما تشعرش بحركة الجنية في بقى بعض الحاجات مع كل الحاجات اللي احنا قلناها تطمئن بس لازم نعمل سنوار لان هناك قليل من الاحتمالات بتخلينا نقول ان الجنين بيعاني من حاجة ضروري جدا ان احنا نهتم بها زي ايه زي نقص الميا اللي حوالين البيبي تخلي الجنين ما يتحركش البيبي او الجنين جوه الرحم بيبقى عمزي السمكة في الميا شيل الميا من السمكة مش هتلاقي السمكة هتلاقي بتفرفر شوية ومش عارفة تتحرك مش عارفة تمشي من الف لبية مسافة من الف لبية مش عارفة تمشيها ليه لان ما فيش ميا فالجنين طول ما هو في الرحم اعتبريه سمكة الميا نقصت الحركة هتتأثر فلازم نتطمن لما يحصل ان حركة الجنين قليلة لازم او مش موجودة لازم نتطمن ان الميا كويسة طيب ممكن يكون الجنين ايه مسلا عمل حفلة داخلية وقعد يرقص شوية فحركته كتيرة خلت الحركة كتيرة بتاعت الجنين خلته يلف او الحب السوري يلف حوالين ايه رقبة الجنين او جسم الجنين ساعات لما الجنين يكون قديد تفسير لبعض الحالات بتكون الحركة نشيطة جدا ومرة واحدة من نشاط شديد الى ايه الى ضعف حركة ليه لان واحد تخيله طفل عمال يلعب مسلا بحبل رايح جاي رايح جاي والحبل مربوط فيه فمرة من المرات وهو بيلعب بالحبل رايح الحبل يلف عليه وكلبشه من نشاط شديد الى ايه الى ضعف حركة يبقى لازم نعمل صنارة عشان نتطمن انها ما حصلش التفاف للحبل السوري ما حصلش عقدة في الحبل السوري ما حصلش نقصة في الميا ما حصلش ان كمية الدم والاكسوجين بدأت تنقص في حالة سوء التغذية وفي حالات ارتفاع ضغط الدم حاجات دي لازم ناخد برنا منها ولكن ان شاء الله في اغلب الحالات لما بيحصل ان حركة الجنين مش حاسة بيها بتكون حاجة طبيعية ان شاء الله بس اللهم بلغت اللهم فشل بس مهم جدا مهم جدا مهم جدا انك لازم تعملي صنارة بس احنا بنقول الحلقة دي ليه وبنقول المعلومات اللي فيها ليه عشان وانت راحل صنارة ما تبقاش مسودة الدنيا في عشتك لا ان شاء الله خير بس تفاقلي في اسباب كتيرة جدا عادية بتخليك ما تحسيش بحركة الجنين او تخليك بعد ما حسيت بيها تبقى احساسك ايه اقل شوية فما تشغليش بالك خالص بس مهم ان احنا نعمل ايه نعمل صنارة بس مهم بس مهم